بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى على النبي يا جماعة الخير أول شيء يعطيكم ألف مليون عافية هاي الحصة لكل طالب عندي شرب طاقة المكثف فمن هسة عب أحكي لك إن شاء الله يا رب نبروك مبدئيا إن شاء الله يا رب يكون مبروك ليلك وليلي كمان عشانك رح تنصدم صدمت حياتك عسى أطر حكي بانفعش إن أطلع أحكي فيه بس خلص حسب ما إنه معاك البطاقة وهي الحصة رح تنزل على البطاقة وهي أول حصة من البطاقة فحاب أبدأ مبدئيا أحكي لك مبروك عشاني رح أشرح لك إشياء رح يخف عقل في ليلة الامتحان مش ليلة الامتحان جوة الامتحان رح تسمع حكي هسا مني أحكي لك هادا جاي همسح هادا جاي هادا جاي هادا جاي هادا جاي مثل الامتحان عندك يوم نص يوم نص الامتحان بس إنك تدرسه لو راجعت على هاي ممتاز 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 لم بعد الحدود الشغلة ثانية اللي بدي أحكيها أول ما أخلص هيدو سيارة سعرها ليرة سعرها ليرة هاي هاي هي هيك شكلها ومن جوه زهري هاي هعملها بنتية هاي المرة تمام؟ هيدو سيارة الوحدة الأولى الوحدة الأولى يا سيد العزيز إذا اول خمستاشر دائرة اول خمستاشر دائرة من إمتحانك للوزارة رحتشوفوا على هدول بالترتيب الي انا حاطط لك هي بالترتيب الي هاي حاطط لك هي يعني أول سؤالي أنا حاطط لك هي أول سؤال list رح تشوفوا رح يغير الأرقب رحض لك زاد شي موطنك زاد هاتا أول سؤال بس بحكي لك شيء اللي هاي حط اللي لا أكثر ولا أقل يعني بس شيء للإكس حط اللي سلي بعد فاهم مبداي يعني هاي أول سؤال زي هيا لأسه رح أشرح بس هيك مخضمة سريعة شو ما أحكي لك شو ما أشرح لك شو ما أحكي لك بتعملها يعني على سبيل المثال بخلص هاي الوحدة بخلص هاي الوحدة رح أعطيك على هاي الوحدة امتحان بالطول بالعرض لو بدك تزقف لو بدك تنامش الليل تدرس ليه غصبا عنك طب قلت أستاذ امتحان أدرسه بتمسك الامتحان بتحله وبعطيك أنا الحل الامتحان وبعطيك حل هذا الحل وهذا الحل شوف جرب شوف وين غلطك بالامتحان الغلط اللي رح تغلط ليه بالامتحان اللي أنا رعطيك هي رح تغلطه بالوزارة فعشان هيك بترجع بتحللي سؤالين ثلاث من الدوسيات من الكتاب من وين ما بدك على الاشي اللي غلطت فيه للمرة المليون اللي بحكي بتنفضه في الحرف الواحد مش بدك متين وأنا بوعدك إن الله كتبها إن الله كتبها إن الله أراد الليلة إنك تحصلها بعد من السنين ألفين و ألفين و واحد ولا ألفين و ثلاثة مش عارة المهم مش ألفين و ثلاثة جزء ألفين و ثلاثة واحد من الطلاب مسكرها والله مسكرها والله بدون مبارغ بجوز حل الامتحان باربيعين تقية فعشان روحت عليها و زي هيك بحكي له سؤالهم خلط هذا سؤالهم خلط جاه هز حالك بتخوت على الامتحان مش مصدوم انت بتخوت على الامتحان تستهلني لك إلا عطيني أنا و إلي فأنا بعطيك إياه و خلص 200 40 والله العظيم حتى لا بدك شوفوا حتى الشب كان يغششك انا مش عالم كيف تغشش دير بالك تغش في كل امتحان دير بالك خصوصا انك تغشر بتروح فيها وانتي بتروحي فيها لا تغشي شي نهائيا لو حتى بعز عليك الشاب او بتعز عليك البنت لا تغشي شي شانك راح تضيع اذا كان مراقب نوعا ما شديد الله معك روحت انحرمت اكلت هوى ضيعت مستقبلك عشانه ليس فلو مش مكتوب لك الميتين ما راح تجيبها كيف يعني هذا الشاب يحكي ليك راح عليك ست علامات بس ست علامات بس ست علامات اخر سؤال ما شافه مش ما حلو ما شافه اخر فرع من السؤال باخر صفحة كان توقع فرع سي سي جيم هناك كان يسمى فرع جيم ما شافوش فراحت عليك فانت لو مش مكتوب لك ما راح تخدم ليس بعطيك الامتحان وبكرر بكرر المر المليون وفي ناس ما راح ترد هدولة انت جحوش سوري بها الكلمة انت جحش اهوه انا هسة راح تشوفني ماخد عليك على الكندرة عادي او فاللي بدو يتحزز ويزعلو هون لا حكا اني جحش اروح يقلب و تشوفني انا اخوية بعملكو انا مش استاذ وانت مش طولة اخواني في عهد الله فاذا ما حليت وانت جحش مبدئيا بتحلو بتحلو يعني لو انا ولكن امتحان عكينك اي امتحان حلو هلا اعلو وفوت بعدين مهرات تفكير عليا في كم من سؤال تمام بأكدلك عليه هدو تدرسه مليون بالمية مليون بالمية لا تروحش على الامتحان غير ان تدرسه مش فاهموا احفظه من الاخر وبعض الاسئلة ربعت لك ايها ملف بيدي اف ادرسه جمعت لك ايها ملف بيدي اف ادرسه الوحدة الاولى الوحدة الثانية الوحدة الثالثة وهكذا الى اخرين ما بدي اطول عليك اكثر من هيك سيت الال الحاسبة هسا بجيبها هسا بجيبها و سأعلمك هون عن الال الحاسبة وكيف تتعامل معها بالامتحان يعني خلينا نبلش هسا بأول سؤال تعال الطلب بحكي لك جد ناتج ما يلي اول سؤال رح تشوفه عندك اول سؤال اول دائر ايه دائر خب 16 سؤال ورا بعض رح تشوفهم ايهش على هذا الموضوع على هذا الموضوع بلس ماينس دائر ثاني لا بجدود نبلس يعني من 13 ل 15 دائر رح تشوفه على ايهش على الوحد الأولى بحكي لك جد ناتج ما يلي هيك بيجيك بالامتحان هيك بيجيك بالامتحان اه بس ملاحظة بسيطة بتمنى من الله انك تعرف واحد من الفين وخمسة واخد عندي بتمنى من الله اسمعه روح انت تحكي ما بتحكيش معي انا انا لا تحكي معي روح اسأله هو هيلك شو 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 قصة المكتفة بقى روح حكي له بس وقعد معه بسمع احتماره انت بتصفت احتماره انت بتصفت بحلقه عيونك واجهت وصدت تضحك زينا باين بس تصير يا امالك ما سيك في شغلي هيك بباب راح بحباي الشغلات فاشوفه سؤاله هو يقول بيجيك جد ناتج ما يلي اذا كان ما عطيني اقتران اسمه فالكس ما عطيني اقتران اسمه فالكس هي ف اوف اكس تسأ و اثنين ثراث قوة جد فالثارب واحد مش معلاء راح اشرح لك هسا المادة من اول و جديد فالثارب واحد شو يعني هاي عارف انك عارف خلينا نشرح لكل الناس في ناس مش عارفة فالثارب واحد شو الفرق بين هاي و هاي يعني هاي فالثارب فالثارب الفرق بين هاي و هاي انو هنا في اكس هون في ايش هون في سارب واحد يعني المعنى من هاد الاشي انو شيلي كل اكس هون بف ال اكس شير كل الاكسات س kernels بس تصايحش بحكنا كمشي معا شير هاي ال اكس اللي هون نحط سارب واحد راح تصير ثنين واحد على ثلاث قوة سارب واحد لا تكون عبقري زمانك وتحسبها يدوي هنا ولا تكون فهلة وزيادة على النزوم وتستخدم هاي غطل هاي بتضيعك بالامتحان بتضيعك حرفيا امشي معي يارم انك تكون شايف مش شايف حط آلة حاسبة قدامة حط ضروري جيبها معك جيبها وانت بتدرس هسا اول ما تفوت الامتحان اول ما تفوته تمسك الآلة الحاسبة بتكبس لي shift اسمعني shift مود تلاتة يساوي يساوي كمان مرة shift مود كلير هايها shift مود كلير اكتب اذا معك شاء الحاسبة اكتب هاي الملاحظة shift مود كلير بعدين الرقم تلاتة بعدين يساوي بعدين يساوي هيك انت فرمتت الآلة حاسبة يعني لو كان فيها عطل شغلة عاملة ببرمج غلط انت هيك فرمتها بعد ما تعمل هاي الشغلة تكبس على هاي مود شايفها جام كلمة on قبل ما تحل اي اشي قبل ما تحل اي اشي قبل ما تمسكها تكبس مود هاي اول مرة مود هاي ثاني مرة مود هاي ثالث مرة تكبس كلمة مود هاي مود كلير ثلاث مرات واحد اتنين ثلاث بعدين تكمس الرقم ثلاث بعدين تكمس الرقم ثلاث بعدين الرقم اتنين بعدين يساوي هيك بدر ما يطلع لك الجواب افطرت خمسة ضرب عشرة قوة سالب سبعة بعطيك ايا اي اش بالصورة هيك هي صفر واصلة صفر 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 5 في مت كيف وهذا الجواب مطلوب منك وليس وهو اللي جماعة الكيمية وما كيمية هاي تطلبوهم صليت على الحبيب صليت على الحبيب خلينا نورجيك هسا على القل الحسبة يبدك تشتغل هو ما يهمني هسا لانك تجيب الميتع لما تشوف هاد السؤال بالامتحان اكتب عندك هنا ملاحظة في الدوسية نفسها ملاحظة ممنوع القوة اكتبها اكتبها ممنوع القوة تكون عملية حسابية هاي اول ملاحظة وهذا ملاحظة بالآلة الحاسبة ممنوع القوة تكون عملية حسابية كيف يعني يا استاذ عملية حسابية يعني ممنوع يكون جمعة وطرح فيها يعني 5 افترض سالب 1 زائد 3 هذه ممنوع حط على الحجم ممنوع كما هي اثنين بسط على مقام واحد تقسيم ثلاث سكر قوس قوة سالب واحد زائد ثلاث هذا كفر هذه مجنونة هذه مجنونة هذا الجواب غلط الجواب عطاني ايا تسعة غلط الجواب غلط هذا الجواب غلط تقول ليش غلط بحكي لك غلط والله غلط الجواب غلط القوة ممنوع تكون عملية حسابية هذا رقم واحد كتبتها تحكيني كتبتها فهمتها تحكيني ماشي طبقها بالامتحان القوة ممنوع تكون عملية حسابية يعني اذا كانت عملية حسابية يجمعها يعني احط على الآلحة سالب واحد زائد ثلاث اثنين بحط اثنين واحد اثلاث قوة اثنين كيف امشي عليها امسح هاي اثنين امشي معي امشي معي اركز اثنين افتح قوس ما حطيت اجضب يا أستاذ زي ما هي مكتوبة اثنين افتح قوس واحد تقسيم ثلاث واحد تقسيم ثلاث فتحت قوس انا كل بسط على مقام بحطها بين اقواس اثنين فتحت قوس واحد تقسيم ثلاث سكرت القوس قوة سالب واحد تحكي ليها الاستاذ القوة عملية حسابية بحكي لك كيف عملية حسبية تحكي لي فيها جمع الطرح بحكي لي وين جمع الطرح تحكي لي هاي سالب واحد يا ابني انا بقصد بكلمة جمع طرح يعني عددين بناتهم جمع طرح اعني خمسة زاءت ثلاث اربعة سرد نارقص خمسة طلعتك بس يساوي الجواب عطاني هي 6 وتحط اللي دائرة عجواب رقم 6 هاي أول واحدة الشغل الثاني او سؤال ثاني اذا كان F تساوي 5 قوة سالب X وركزلي على سالب X فجد F السالب 3 شو معنى هذا الحكي يعني ده شيل كل X وحط ما كان سالب 3 ده شيل كل X وحط سالب 3 الجنون بعينه اصرح تشوفه حاول حله واذا معك قالي حاسبة اللي طلع معاك جواب اللي طلع معاك جواب واحد عالمية 0.008 اه اللي طلع معاك جواب زي هيك انت مجنون ليش بحكي لك عشان انا قاعد بحكي وانت ما بتستوعد عادي اعتبروها اخوية يا جماعة الخير تاخدش الايهانة شخصية بتحكي لي ليه يا شبن الناس بحكي لك عشانك انت ما بتسمع انا شو قاعد بحكي تكيلو والله بسمع بحكي لك طلع هنا F السالب 3 شيل كل X وحط سالب تلك اكاما مضرأ شيل ال X بس ال X فقط ال X طلعها هي F هي القوس هي القوس شيل ال X هاي 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 هي سالب تلك يساوي شيل ال X هي القوس وحطيت وهي الخمسة حطيت وهي القوس حطيت واي السالب حطيتها شيل ال X حط سالب 3 ليش تحط لي 3 ليه ما هي مش 3 مانا بك صلي زعب حكي لك شيل ال X حط سالب 3 طب هيك صارت ثراعك طب فيه سالب من جبل طب وانا مالي يعني افهمك اياها بطريقة حفرترية يعني افترض انا مائة 10 ليلات ومدين واحد 10 ليلات اجد يعطيني 10 ليلات شف مائة 10 ليلات وكلا لها خلص هي معك 10 ليلات ليش عطيك العشر ليلات يا حلاوة يا حلاوة والله خلصنا الساني هاي طب هي معك 10 ليلات اجدك تاخذ 10 ليلات والله جات بالله علي فاي السالب أنا مائني فيها هي موجودة من قبل هاي السالب حطيت بعدين قيمة X سالب 3 هاي سالب 3 طب هايك ايش اعمالي يؤثر حسا اذا انت عارف انه سالب وراء سالب بتصير موجب كان بها مش عارف خطها الان لحاسب زي ما هي يعني كيف ها هي خمسة هي سكرت القوس هي قوة سالب سالب ثلاثة طان الجواب مية وخمسة وعشرين طبعا الجواب اللي حطيته اول اشي راح تشوفه طب الثاني نفس الاشي الشي للاكس وشي للاكس وحط مكانها فقط مكانها واحد يعني هاي خمسة هي قوس هي سالب هي سالب من السؤال هاي واحد غسلا هذا الموضوع سهل انا بهمنيش سهل وانا مسهل جاي بالامتحاد السهل عندك بجنوز عند غيرك سهل انا بهمني الكل يسكره يساوي خمسة قوة سالب واحد ما بعرف بحط خمسة قوة سالب واحد هي قوس هي خمسة سكر قوس قوة سالب واحد عطاني جواب صفر فاصل اثنان طب الثاني ما عطاني ايش ايه صفر فاصل اثنان ما شفتش عشرة بالامتحاد بك بس شيفت ركز اذا ما عطكاش عشرة الخيارات عشرية شيفت واردهم ما يعطيك شيفت اي بي سي عطاني ايه هزي هيك واحد كرسي خمسة هاي معناها واحد تقسين خمسة واحدة خمسة منطق 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 جدا ف الصفر صفر اي ايش قوة صفر واحد ترى اوكي نجرب خمسة سالب صفر استاذ سالب صفر زي ما هي مكتوب انا عارف انه فيش اش اسمه سالب صفر زي ما هي مكتوب بتحطها بحط خمسة قوة سالب صفر محبش اتفلسف باي الشغلات خلص هاي طرع واحد يا استاذ اي ايش قوة صفر واحد بحكي لك هو ماشي اي ايش قوة صفر واحد بس بدي شي اكتوب تحفظ حفظ هيك تحكي لي ليش عشان تطلح على هذا السؤال من اللي هو هاد طلع خمسة قوة سالب اكس لو حطت لك هون زائد واحد لو حطت زائد واحد بس هيك السؤال بتصير خمسة قوة سالب صفر زائد واحد بطلع جواب هون خمسة بتحكي لي كيف خمسة جربت على الآل الحاسب طلعت معي اثنين ها اقسم بالله او ارجي انا بكذب اش عليك يا استاذ ها هاي خمسة سكرت القوة سالب صفر زي ما انت كاتبها لا تتفلسف اش علي ها ده حطت قدامك خمسة قوة سالب صفر وهي زائد واحد زي ما انت كاتبها قد طلع معي جواب بتحكي لي هيو على الآل الحاسب الآل الحاسب بتحكي لي اثنين او كانوا جات بالله عليك طب انا صلي هون زائدين شو صلي زائدين بجعر القوة ممنوعة تكون عملية حسبية ممنوعة او مش ممنوعة تمام بس هون تحطهاش عملية حسبية لا تحطها حط طلع طلع لو هيك عشتك خمسة سالب صفر زائد واحد صح؟ هذا مثال خادجي مش كاتبه هون خمسة سالب صفر زائد واحد هل الحظ بها سالب صفر زائد واحد اخي خليه اخد معك خمس ثواني زيادة واحد خمسة قوة واحد الجواب خمسة هاي الشغلات النتفة اللي بتفرج معك هون الكارثة ممكن انت كل حالك صح اتضيعك هاي دير بالك استخدامها صح زي ما انا بقول لك فيه ناس سألتني صحيح على هاي عادة اجيب المكثف الحال بدون البطاق فاضي يعني انت واسه شريد غرص الله معك انت بقعد تحضر لك يعني بيزبط لا انا ما بهمني الاسر بهمني اللي بحكيه يعني الملاحظات هاي 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 ل بتفرج معي يجعلك كيف تتعامل مع المتحان كيف تضغط وكيف تحلل المتحان هذه أول سؤال هذه أول عربة عنامات خلاص نروح للي بعده سبحان الله زي ما كنت أحكيها قبل شوي هذا السؤال زي ها زي ها زي هاد السؤال شي للاكس حط للاكس شي للاكس حط اثنين ركزني على السؤال نتفي بالله نتفينا مش كثير اثنين ناقص واحد زي هاد هاد السؤال هاد السؤال إذا حطت لي على الآل الحاسب تحطها هاد السؤال عارف انك أفلاطون ضامن حالك بالامتحان ضامن حالك لما تفوت الامتحان ضامن حالك ما تتوتر ما يصير كركبة ما يصير اشي غير عن العادة يوقع مي يوقع اجير مراقبة تطلع زنخة اصيبك صداع يتنمغس ضامن حالك لا خلاص تعوض على الصحة القوة لا تحط ليها عملية حسبية على الآل الحسب اضع اثنين ناقص واحد يصل لها الدرجة ممكن تتوتر لا تعرف حسبة اثنين ناقص واحد واحد فهاي قيمتها واحد فهاي قيمتها بس القوة ممنوع تكون عملية حسبية بس القوة هاي اثنين واصلك احساسي واصل صح زائد اربع اثنين قوس سبعة قوة واحد زائد اربع بس القوة ممنوع عملية حسبية جواب 18 اخلصنا من اول دائرة من ناهن الله راد ان شاء طبعا مثل الشكل التالي التمثيل البياني هذا دائرة هذا سؤال دائرة دائرة ثانية العلم عند الله طبعا العلم عند الله هاي دائرة ثانية يا جماعة الخير مثل الشكل التالي التمثيل البياني لمنحن الاقتران اي التالي يمثل يمثل الشكل التالي تمثيل بياني لمنحنى الاقتران يمثل قاعدة الابتران افل اكس اسمع وركز بالامتحان يا سيد العزيز لما يجيك هذا السؤال خاص نص هذا السؤال خض نقطة او نقطتين البدك اياه هاي نقطة هون وهي نقطة هون خض نقطتين واطحات واطحات تحكيلي شو يعني نقطة يعني شايف هاي الرسمة الخضرة تركز معي تركز معي كثير مني حاسا عشان راح احكي حكي في ناس كثير كثير منكم مش فاهمين وارد لغاية تسعين بالمئة هاد السؤال تشوفه نفسه بس مش هيك على الشكل الرسمة اوضح بتكون تمام لما تشوف هيك اسئلة ويحكي لك اي من الاقترانات الاتي هاي الرسمة هيك السؤال اللي مش رمحي خض نقطتين شو يعني نقطتين كلمة نقطة معناها اكس وواي بس يكونوا واضحة طلح هاد هون عندك عدوسية طلح كيف واضحة هاي انها قبال السالب 3 اي اي قبال 3 وهاي لو نزلت خط مستقيم عند السالب واحد يعني سالب واحد 3 طب اني احط الاول السالب واحد ولا الثلاث الاولى دايما x والثاني دايما y سالب واحد على محور ال x و 3 على محور ال y بس لغاية اللحظة لغاية اللحظة هاي فيها مشكلة بس لهون يعني عرفت فهمت هاي سالب واحد ثلاث اخدت النقطة هاي هاي الدائرة الخضرة تحكي ليم ممكن اوكي تمام خضلي نقطة ثاني شو يعني نقطة يعني اكس واي واحدة ثاني اذا يحبذ يحبذ يفضل انك تاخذ نقطة تقطع محور كيف يعني زي هاي طلع هاي طلع عدوسية عندك انت هاي النقطة طلع هاي وين قطعت من قطعت؟ قطعت عند الواحد قطعت عند مين؟ عند الواحد بس واحد على انو محور واحد على محور انو هذا اسمه محور ايش واي فهاي النقطة الثاني لما قطعت محور الواي عند الواحد هاي الواي شايفين هاي الاولى هاي واي والثاني اكس اذا قطعت محور الثاني بتكون صفر يعني اذا قطعت محور اكس اذا قطعت محور اكس اكتبها اذا بدك ملاحظة اذا قطع محور X اذا قطع محور X هذا محور X Y تساوي صفر اذا قطع محور Y قطعنا X تساوي صفر وانت ضدك شترين سعيد فY ايه صفر اخذ نقطتين الاولى X والثاني X باجي بجرب واحدة واحدة هون بجرب الاولى اخذ هاي خلص اي واحدة جرب اي واحدة حط مكاني X صفر واجواب واحد طلع على هاي لو اخذت هاي الاولى F X شو معناها؟ بالذكرين صح؟ في اسمال F X للناس اللي ما بتعرف هذا الاشي ناس الاجداد عندنا F X هي نفس هواي حط ملاحظة اذا بدك F X هي نفس هواي خلينا اخذ هاي النقطة عندي نقطتين خد اي واحدة بس امشي عليهم كلهم هاي النقطة الاولى حط مكان X صفر ومكان Y واحد يعني ضح مكان هاي صفر وتجواب واحد يعني عند الاولى F X اللي هي Y واحد تساوي ثلاثة قوة صفر ثلاثة قوة صفر قديش واحد واحد بتساوي واحد الجواب صح خلص احط داير على هاي لا 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 احبى تذكر صفرك حسنا هي الحلقة نجرب النقطة الثانية وننتظر الثانية نجرب مكان x سارب واحد ثانية مكان x سارب واحد مكان y ثانية يارب انك تفهمون فاهم علي مكان الواي ثلاث تساوي ثلاث اقوه سالب واحد بطلع الجواب هون ثلاث تساوي واحد عثلاث التلاث بتساوي واحد عثلاث؟ التلاث نفسها واحد ثلاث؟ لا ايش نفسها؟ اي ما زبطتش تحكي لي يا أستاذ مش فاهم والله ما نفاهم بحكي لك عادي تصبر خلينا اخذ السؤال برجع بشرح كمان مرة بشرح والعبين ما يدخلوا براسك بس هستتبع معلي اخر ايش؟ كم تحبك لعل وعسى وانت بالطريق تفهم معي انا عارف انك هسته مش فاهم بس خليك امشي معي انا بشرح يعني عسى لو واحد فاهمه بحله بثواني بثواني ثواني عسى انا ما بدي ارسل منك وما بدي احط لك شغلات خلص تورجيك كيف تحله بالامتحان صليت على النبي عاد احط المايك هاد هون عشان نحسوا بيخرخش يلا نجرب الثاني الاولى واي هاي واي اف الاكس هي نفسها واي وهي الاكس دعني اخذ اول نقطة نأخذ هاي الاكس والواي الواي قدي قيمتها واحد يعني هاي واحد واحد يساوي حطيت مكان اف الاكس واحد وهي الي يساوي حطيت يساوي مكان الاكس ده حط قديش هاي الواحد على ثلاث حطيت مكان الاكس صفر تحكيلي فاهمني هاي انا نحوقف اهدى رجع حالك فاهمني بس انت شوع مليتون بحكيلك تعال هاي السؤال صح شيل الاكس حط مكانها صفر هاي الاكس حطيت مكان صفر طب من وين جبت هاي اصداد بحكيلك هاي انا اخذت انا طلعتها من رسم طب كيف طلعتها ارجع بالفيديو شوي بتعرف كيف طلعتها شيلت الاكس حطيت قيمتها هاي الاكس حطيت صفر وشيلت الواي حطيت قيمتها اللي هي واحد طب هاي مش واي اصدت هاي اف الاكس هي نفسها واي كيف صاره السوسو لاو سريش عبد الرحمن عبود ايهاي انا واحد حكيلي عبود مش راح ارد عليها لا اسمي عبد الرحمن انت بتكلم مين ياض خليها طبعيه انفريكسيه نفسها طيب هاي تطلع واحد تساوي بحط هاي عالال الحاسبة بطلع قيمتها هاي عالال الحاسبة واحد واحد بتساوي واحد نجواب اه الواحد بتساوي حلو هاي اول واحد الضبطط طب الثانية نجرب الثانية حط مكان اف الاكس قديش ثلاث ومكان الاكس حط قديش الا عن التياسة نغرص مش يلا عن التياسة فاهم فاهم مبدأ انا ليش بحلو يا جماعة الخير وقاعد بركز عالسؤال ليش؟ اشان بيديش ايك تشوف بالامتحان او لا او راح تشوف بالامتحان بس بيديش ايك ما تعرفش تحلو بالامتحان اوكي هاي اول واحدة لما جربناها ايهاي اوكي عادي خليك ايزي عشان بكرا بالامتحان تسمع صوتي وانا بزهك فيك في الموضوع اسمعني وانا بحكي لك يا حمار لك مش هيك عادي اغلبك هاساس تتغلب ايش بالبعدين المهم اخذت هاي زبطة اطمع مكان الاكس . المكان الاكس ثاني وانا عادي مكان واي ثلاثة هاي الاكس مكان مكانها ثلاثة حكينا مكان الاكس ايش ليحضوا ثرب واحد واحد اثلاث قبود سرب واحد هيك جربة على الاال الحاسبةこ كما تعطينا ثلاثة هل الثلاث ما تسبح passé çıkaccstanden واحد قد بسبح واحد dem like J a b بي جواب الصح. هاي جواب الصح. هاي جواب الصح. طب واي واي هاي استحادة تزوط جرر اي نقطة غلط اصلا. شو ما كان. هون واحد تزاوي سالب واحد غلط. وهنا مش عارف كدهش. فهاي غلط. هاي غلط. هاي جواب الصح. طب بواخد وقت كثير. لا. حرفيا بواخد دقيقة. حرفيا. اسرع بتكون انت اسرحت. طيب استوعبت. انا استوعبت علي. بس مش مية بالمية. اني حل كمان سؤال. اعيده بالعرض البطيء. بتحكي لي يا ريت. يا ريت والله. بيحكي لك يلا ماشي. انا ليش وقفت? اه. انا حسيت حالي هلنجئ انت فهم هيك وقفت صفاني. ايش مالي? صار عندي لاج. يلا يلا تعال. طلع بابي. ايش حكيت? بابي. طلع بابي. خد انطلق لي نقطتين. دائما اسمع. اذا في نقطة تبطيق تاخدها. هاي وين قطعت عند المحور واي? عندو أنه رقم دوسية عند الرقم واحد. دعا الواي عالواحد. هاي الاولى اكس الثانية يسمها واي. صح? قطعت عند الواي عند الواحد معناته اكس ايش صفر. قطعت محور واي وين قطعتها هي هون. شايفين انا حظ ديار هنا. كان الرقم هنا واحد معناته Y واحد والإكس صفر الإكس صفر بيتك إنه لو أنزل بجيها صفر خلق النقطة تقطع طيب هاي النقطة هي أنا حاطت لك دائرة عليها عشان أورجيك بالامتحان بتكون أوضح من هيك بثير عشان أورجيك أنه تطلع هنا بالظبط عند الواحد على الكس واتنين على الواي دعني أكتبها هون عند الواحد على الكس واتنين على الواي طبيع أستاذ أنا هزل سؤالي كيف ده حدده بالامتحان يعني تعالي امشي على الاثنين هاي اتطلع مين خبطت وين الحين امشي رح أخبط هون رح أخبط هن طب هاي هيمشه أربعة هاي أقل من أربعة همشي على الثلاث لحزي 3 هاي مخبطتش أصلا فالصعب ان التلع هذه بالظبط غلج، غلج ، غلج، غلج غلج واحد واثنان هاي النقطة ما أخدتها عشانها أقل من أربعة يعني لازم تكون غلج في واحد بتكون غليك أقل احساسي واصل ليس الاجواء يطلع ليس المهم اخذنا نقطتين هاي النقطة وقف خذ نقطتين معرفتش ارجع بالفيديو عشر ثواني دقيقة ارجع بالفيديو دقيقة شوف كيف يخط النقطة ووقف الفيديو واتطلع عدسية عندك اه انا بمت استوعبها نجرب واحدة واحدة نجرب واحدة خليني اجرب هاي نجرب اول نقطة اذا ضبطت نخذ النقطة الثانية نعم لواسا مكان ال x صفر ومكان ال y واحد مكان ال y اسمها y مكان ال y واحد مكان ال x صفر يعني تصير 2 قوة صفر مكان ال x صفر 2 قوة صفر واحد ال واحد بتساوي واحد اه صح صح مليون بالمية صح نجرب النقطة الثانية نجرب لما كانت ال x واحد ال y اتنين مكان ال y تحط ايش اتنين هاي يساوي حط اللي مكان ال x واحد يعني 2 قوة واحد 2 قوة واحد قداش اتنين طب هاي اتنين بتساوي اتنين اه هاي اه وهاي اه الجواب ايه خرص طب اللي عليك جرب هاي بجرب انت ما بزبط يعني هون ممكن واحد وهي نعمل وسرب واحد اه اتنين و واحد اتنين ما بيساويش بعض نجب ان يكون نفس الى جهة واحد واحد سرب واحد سرب واحد اتنين اتنين واحد اتنين واحد اتنين طلعوا اتنين نفس الاشياء خرص الجواب ايه واصلة واصلة الفكرة واصلة الفكرة طيب حلوين حلوين طيب تحكي لأكيد. هي اول دائرتين. اوكي؟ يلعى البالية. لم لم معلومات. جد المجال والمدى وخط التقارب. اه حطت لك كل اشي. كل اشي ممكن يخطر بالبالك. مجال مدى خط التقارب اذا بده يجي دائرة. اذا بده يجي دائرة بحكي لك هذا متزايد ايش المدى تحاض او ايش المجال تحاض. هذا متزايد. هذا متناقص. هذا ابن كلب ولا هذا ابن عجل. لا. انت بتعطيك خيارات فيها. فانت بتنجي. فلا حاطت لك ايام كلهم. وشو ما اجي عليه عندي. هزتظل على المجال لكل واحدة. المدى خط التقارب الافقي. متزايد ومتناقص. وبس. وف كل واحدة. شو رأيك ارتب لك اياها? ارتب لك اياها ترتيب. ونمشي فيها. اعمل لك جدول. شو رأيك يعني? هس هيك انت شوف الشاشة قلبها تشو. هين رجعت لكم. اعمل لك اياها جدول هيك ارتب لك اياها وابلش فيها. شو رأيك هيك ابنح صح? طب يلا. نجعنا لكم يا معل. كيف بس? ساحر ولا مش ساحر? ساحر مش طبيعي. واو. لا استاذ احنا مش عارفين انك وقفت الكاميرا ورجعنا نشغل. لا بد ان ابدا نهائيا. كيف عملت انت واب مش طبيعي انت. المراه. بصلنا عند المجال والمدى وهي الشغلات. اكتب لك هدولا لازم تكتبهم. يفضل يحبذ انه في جمدك دفتر فاضي جديد. يفضل دفتر صغير عنا مش كبير. دفتر تكتب فيه ملاحظات. يفضل يفضل يفضل. عشان قبل الامتحان. قبل الامتحان هيك باربع ساعات. بس امسك لدفتر شيك على الملاحظات. هاي هي احد الشغلات. هاي اكتبها. الملاحظات يعني القوة ممنوعة تكون عملية حسبية قبل الامتحان. لما خلص تسكن المادة. قبل الامتحان. مش قبل الامتحان بساعة. ولا بساعتين ممنوع. 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 انا عم باتن. هذا راح احكي لك فيه. لقدام. شو تعمل ليت الامتحان. ليت الامتحان الا خاص نص في مكانك تجيب العيد في حالك. لقدام عند هذا الحكي. هذا بدك تكتبه. اكتبه هس حاليا. بحكي لك اف ال اكس ساوي اباكسك. اي بي اكس اتش كي. اباكسك. اباكسك. تمام? اي شي ال اي واي شي ال بي واي شي ال اكس و اتش. هس بعطيك الاسئلة وبتشوفها. بدك تعرف دائما انه ابدا. اذا حكى لك المجال او جد للمجال لاختيران اسي. هذا اقتران اسي. اقتران اسي. اقتران اسي. هس بحكي لك كيف راح يجي علينا. اذا. اذا. راح يجي. سؤال احتمال يجي على المدى. احتمال. واحتمال لا. مش اكيد مليون بالمية. بس وارد يعني وارد وبعنف. اذا بدو يجي بورجيك كيف راح يجي وكيف راح يخربطك بالامتحان. المجال دائما وابدا دائما. من سالب مالا نهاية لموجب مالا نهاية. او بنرمز لها بالرمز ار. ما فيش فيها. اذا حكي لك شو المجال مش راح يحكي لك اصلا. بتحكيلو هاي. ايش هي المدى? واي تساوي المدى. المدى اللي هي واي على كل حال. هلو? من كيه لما لا نهاية. شو الكيه? هادا دي سميه الحزين. لحاله. الحزين. هادا الحزين اللي لحاله دايما. بس هادا اللي لحاله هو راس البلاء دايما. دايما اللي قاب الغرفة لحاله برضا احكي مع العالم. وبكرح كل الناس زي حالاتنا هيك. احنا حاليا بكرح كل الناس. بكرح حالي حدها. برضا مش حاب احكي مع الناس هادا هادا داهية بكون. انا داهية? لا. هادا بكون اللي حاله كيه. هادا خاف منه. من كيه لما لا نهاية. خط التقارب الافقي. وي تساوي كيه. هس بور جيكيه. من نحل عليهم اصله. وي تساوي كيه. شو الكيه. الرقب اللي حاله بكون. متزايد المتناقص. بتطلع على الاساس. هادا اسمه اساس. هاد شو اسمه اساس. شان هك سموا المنصة اساسها كل حال. اه. وبنحف على كل حال. ااسف خوان ببعي ماشي. بعتاش. طب. ااسف. نسو سبش على الاساس وغرس بنحفش عكتلك. وساد رياضيات شوف. بمفعش ما. كيف بدي كونو ساد رياضيات. يبقى نحفش تنهيذات زنغة يعني انت الثاني. واعي. ظروف. متزايد المتناقص. بتطلع على الاساس. هادا الاشي هون. اللي بين اقواص. اللي عليه قوة. اذا كان اللي بين اقواص هذا اكبر من واحد. بكون متزايد. اذا اقل من واحد. شو يعني اقل من واحد. يعني سالب بحكي لك ذالا. اقل من واحد يعني نص. ربع. واحد على ثلاث. خمسة على سبعة. هيك. هادا بكون اقل من واحد. هاد مطناقص. تمام؟ هادا بشكل عام. في عندك خوازيك. سوري. في خيخ. من كلمة فخ. السالب. اول فخ عندك السالب. اذا كانت قبل الاساس. قبل الاساس. وين الاساس؟ هادا الاساس. شايفين حرف الايه هادا. اذا كان قبل الاساس الايه هادا سالب. ركز بالبحكيه. ركز يلطى عليك. هادا صافي صافي. انا ملخص الملخص. اذا كان قبل الاساس سالب. التزايد وصير متناقص. يعني انت حلت السؤال وطلع عندك ايهاش متزايد. بس قبل الاساس في ناقص بصير ايهاش متناقص. في ناقص بصير متناقص. يعني طب كان متناقص بصير متزايد العكس والعكس صحيح هاي اول فخ الفخ الثاني وهو الاعطل وهو الاوسخ بالنسبة لي انا بحكيه اوسخ اذا كانت القوة سالب سالب اكس فقط سالب اكس يعني اذا كانت القوة فقط سالب اكس وليست اكس سالب اكس زي هيك هاي معلم اذا كانت القوة سالب اكتب هون خليها موجب كيف يعني هاي ثلاثة على واحد عسب المثال ثلاثة على واحد اذا كانت القوة سالب كيف دخليها موجب بقلبها بقلبها بتصير واحد على ثلاث قوة موجب اكس واضحة ولا صعبة وكان الرقم ثلاث لحاله صح ثلاث لحاله بس هو ثلاث ايش المقام تاعه واحد لو قلبته بدل ما هي سالب بتصير موجب واذا قلبت هذا كمان مره بدل ما هي موجب تصير سالب ترجع زي ما كانت دور امشي معي حبة 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 بس بتحل من حلقة سرية لحياة لطيفة وهيك ثالث الشغل اللي بدي ننبه عليها هاي اللي هي هاي نبسط على مقام اذا كان اللي فوق اكبر من اللي تحت متزايد اللي فوق اكبر من اللي تحت متزايد والعكس صحيح اللي تحت اكبر من اللي تحت اللي فوق اقل من اللي تحت بكون متناقص اذا كان اللي فوق يعني زي هاي اللي فوق سبعة اللي تحت خمسة اللي فوق سبعة اللي تحت خمسة متزايد اللي فوق اكبر من اللي تحت اللي فوق اكبر من اللي تحت متزايد اما اذا كان اللي فوق اقل من اللي تحت كيف يعني زي واحد على ثلاث اللي فوق اقل من اللي تحت واحد وتحت ثلاث خد متناقص بس نيجي عليهم واحدة واحدة حتى تستوعب علي اللي كنت احكي فيها يا الله أطلن بنفتحي أول واحدة المجال هده اغتاران قصية اه هم né اشت tenían اغتاران قصية غير لغريتم غير لغريتم في Lisa انت عندك لغريتمات وصية غير لغريتم هه غير لغريتم اه ما تعني na? علم مغلبي يقول 같 coû ك أحكينا من كي لما لا نهاية صح؟ من كي لما لا نهاية فكرة فيه كمان ملاحظة على المدى طيب بوك أسأل نحكيها من كي لما لا نهاية خليلي فرغ لملاحظة جديدة هون من كي لما لا نهاية بتحكي لي كيف يعني من كي بحكي لك البائس الحزين الرقم اللي حاله وين الرقم اللي حاله؟ تحكي لي وينه؟ تحت واحد يعني؟ هذا الرقم اللي حال؟ لا بحكي لك الرقم اللي هون 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 بحكي ليين اسم الله عليك يا أستاذ بحكي لك ما لك بحكي لك شكله التعليم أثر عليك صح؟ تشننهاك بحكي لك ليه؟ بحكي ليه أنه رقم في الشيشة هون بحكي لك وهو المطلوب؟ مفي الشيشة يعني بيكون من أين لأين؟ من صفر لمعنى نهاية بتحكي جد اه خلص بس فيش رقم هون صفر يعني مش واحد لا مش واحد القوة هاي إنساها إنساها كلياً قوة إنساها طيب خط التقارب الأفقي واي تساوي كيه؟ واي تساوي كيه؟ وهسا لتعطيك المناحظة المهمة واي تساوي كيف؟ تحكيه كيف يعني واي تساوي كيه؟ يعني واي تساوي كيف؟ مفيش مفيش بديش أقولها مفيش 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 فيش كيه؟ يا ابن الناس فيش واحد يا ابن الناس والله ما هي واحد هاي لا ما قليش فيه هاي مش موجود هاي مش موجود اقول لها اهو اهو مش موجود طيب جدي أربع يعني؟ لا مش أربع فيش صفر مافي صفر لا يوجد صفر اهو 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 بطلع علي بين أقواص حسب متزايد والمطلقص اه سيكملها كون حسب الامتحان هذا تكون حدق اهو حدق لبعض الحدود واي تساوي كيه؟ كما مرة خط التقارب الأفقي خط التقارب الأفقي خط التقارب الأفقي واي تساوي واي تساوي ركز على حرف الواي ليش في الامتحان يحكي لك اكس تساوي صفر واتحط الإدائر عليها بالامتحان هاو ستصفي عندك المشكلة نعط للك الخيار الأولى ا Bel is a تساوي صفر. الخيار الثاني Y تساوي واحد. الخيار الرابع X تساوي واحد. هون انت عم تعارف انها صفر. انه فيش بطيخ وانه صفر. كان لست كيه صفر. فيش صفر. طب هي Y ولا X. هو انا الحقارة بتصفي في الملمة. فبدك تعرف انها Y. Y وليست X. هذا اللي بحكي عنه هاي التنبيهات اللي بحكي عنها انا. بتفرق معك ملاوي. تمام? تمام. متزايد ولا متناقص؟ طلع الرقم هذا. اكبر من واحد ولا اقل من واحد؟ اكبر متزايد. خلص متزايد. هاي اول واحدة. ما فهمتش؟ اوكي. من حد كبان عشرة. يلا. المجال دائما R. او. بحكي رقم سالم مالة نهاية لمجملة. في فرق من ثنتين؟ لا. نهائيا. في مشكلة في المجال؟ تحكيني المجال خلص. كله. احفظ احفظ اه. احفظ اه اه. زي ما هو يس. هيا لمجملة. كنت احكي لك من كي لمالة نهاية. من كي لمالة نهاية. من كي للمالة نهاية. من كي لا مالة نهاية. الا اذا بلش بسالب. بتصير. من سالب مالة نهاية لكي.ouxe نحط. إذا تبدأ السؤال بسالب أضع kl حسنا الز спис ارادah 0 من صفر لما لا نهاية قدل كيه صفر فش رقم هون صفر معلاته من صفر لما لا نهاية برجع على وطلع السؤال بلاش بسالب فيه سالب هون 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 فيه سالب طلع انت عندك كدسي فيه سالب هون لا خلص بتظل زي ما هي لو كان فيها بعكسها بتصيل من سالب مال نهاية إلى وين للصفر يعني زي السؤال بعدها خط التقارب الأفقي واي تساوي كيه يعني واي تساوي صفر أنا معلش دوك الراسك سوري بنات زي النسوان راح اروح ليش عشان عندك اول خمستاشر اول خمستاشر دائرة بالامتحان على هذا الموضوع على هذا تحكي لي طيب بحكي لك اذا انت خربطت باول خمستاشر دائرة نفسيتك راح تنهار بالامتحان تخيل اول خمستاشر دائرة بتنحلهاش لو عارفت حل الباقي راح توقع راح تنهار تصير تلاخم وتصير تعيط وحالتك حالة وحالتك حالة انت كمان فاول خمستاشر دائرة مهمات بالنسبة ليه الكثير كثير لازم تجيبه فعشان هيك بتلاقيني بشد وبعيد المعلومة طيب خط التقارب حكينا واي تساوي كي طلعت كي صفر اخر واحدة متزايد ولا متناقص بط يويله 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 محلها هذا لبل التنين هذا هذا التقال تنين لبل التنين حرفيا لبل التنين هذا بحكيلي اياً متزايد ولا متناقص أقسم بالله انك تنين حوت لا تavinت الباقير يشخيى نعم كلها إن تubersحكي انك تمساح لا تسلسل هذا يبدو توضيح أنا أتحدث عن هذا هذا متناقص أنا أتحدث عن هذا تعال نرجع له هذا متناقص لماذا أتحدث عن هذا السؤال هذا سي كنت أظهر على هذا هذا متناقص هذا أقل من واحد هذا متناقص هذا متزايد أو متناقص نأتي للتحت متزايد أو متناقص تمام هذا يحكي لي هذا متزايد أو متناقص ولوي ولوي مبدعيا الجواب يا جماعة الخير متزايد والله كنت عارف والله كنت طب ليش ليه متزايد يالله أحكي لي عشان هاي وهاي وبعد ما يطلع طبعا كل حكي غلط تكون ما هو نفس الإشي لا مش نفس الإشي أعطيني تفسير المنطقي كامل أول إشي لنرجع للتركات نرجع للتركات اللي في خاخ السالب إذا كان قبل الأساس التزايد يصبح متناقص وتحكي لي ها ها غلط انت بحكي لان اخرص وطلع على هي شوي طعا أخوية خدها أخوية يا زرمة تتحسسش جماعة الوجاهة يعرفوني عادي أخوية بتعامل معك وانتبح على القوة انتبح على القوة إذا كانت سالب تكري آه صح طلع على القوة سالب ماذا يعني هذه السالب؟ ماذا يعني هذه السالب؟ هذه جوابها R دعونا أرجوك ماذا يعني سالب هذه سالب 2 القوة كانت سالب X لازم دائما تكون موجب X هذه خمسة والتي تحت 1 تصير هنا وهي ناقص 3 يعني كانت القوة سالب صارت القوة موجب أنا ممنوع عندي القوة تكون سالب ممنوع يعني هذه سالب سالب X لحالها لا خلاص لي منها خليها موجب X تحكي لي طيب حسا الواحد على خمسة هاي أنا بطلع على الأساس حتى أشوف هو متزايد ومتناقص الواحد على خمسة هاي متناقص فالجواب هون لازم يكون متناقص بس ضربتها بسالب صار متزايد يعني بأست وعبوا منك حسا انت اللي بتحكي فيه إذا كانت القوة سالب يخليها موجب هاي فهمتها بس سالب X يعني مش سالب X زائد واحد لا بس سالب X إذا شفت سالب X خاصنص اقلبها اقلبها بتصير زي هيك بدلا ما هي خمسة بتصير واحدة على خمسة هاي فهمتها وصالة موجب X تمام بس بساعدين اللي قصت السالب بحكي لك تطلع هسا أنا واحد على خمسة قوة X أنا بطلع على الواحد على خمسة هي متزايد ولا متناقص بتحكي لربنا الله هي متناقص اللي فوق أجل من اللي تحت الواحد أجل من الخمسة فهي متناقص هاي أجل من واحد الواحد على خمسة أجل يعني خمس خمس واحد على خمسة لو حطيت على آل حسب صفر فاصلة اثنين صفر فاصلة يعني أجل من الواحد فهي متناقص اللي أقل من واحد متناقص هاي فهمتها بس شو قصة السالب هاي بحكي لك السالب inner universe مثل زي ما صار معي مرة مع إبن أخوي لعبني لعبي أخوشanna هذا erweise أقول أ Analytics 字لة سخطه، سخطه، خلعته كفج عميبت اجماره لعبني قونه، فحمني اياه وتعلان، علو اللعبة بس مش مع اطوال مبدئيا كنت فاجز فجأ خلعني كرت بحكيلي الكرت العاكس تلو ايش يا اما ايش هو الكرت العاكس شو الكرت العاكس صاد بابا عما عطيني كرت علي ساهمين بحكيلي بدل ما كان فيه بلس اربعة بدل بلس اربعة على ايلي صلى الى نفس المبدئ، هو كان متزايد، هو كان متناقص ومبسوط ياه متناقص، خلعني الكرت العاكس لف صار متزايد، حرفين زي هاي طيب نرجع، المجال ار خلاص بدي اش اكتبه المدى، المدى انا بعرف من كيه هاي فيه رقم، هاي مش ثلاث، مو ثلاث، هاد تنين سؤال عن جد تنين افهم هاد السؤال انت خلط، يخاف عليك، فهمت كل اشي في السؤال هاده مش ثلاث، هاده سالب ثلاث فالجواب لازم يكون عندي من سالب ثلاث للمالة نهاية من كيه للمالة نهاية، حقيقة من كيه للمالة نهاية الا في حالة واحدة، بتصير من سالب مالة نهاية لك ايش هو؟ اذا بلش السؤال بسالب الله يلا عدنا ابو هيك سالب، اكلت راسنا بالسالب يلا شو لي دخل انا ام حكتبه لك هيك اسل هيك وزارة عليش دخل؟ يعني هذا الجواب غلط بحكي لك اه غلط شو الجواب الصح؟ من سالب مالة نهاية الى سالب ثلاث السالب هنا وسالب هنا، فلا يعني ثلاث ما عليش فيها سالب مالة نهاية لك بلش سالبك، المدى يبدأ بسالب مالة نهاية 과uliflower يجب انجijاء سالب مالة نهاية خاط التقارب الافقي المدى من سالب مالا نهاية لموجب مالا نهاية لا بدك سلم مالة نهاية نحن نحن عن سؤال رقم دي سلم مالة نهاية لموجب مالة نهاية أول هذا المجال المدى من من ك للمالة النهاية هذا المدى إلا إذا بلش سؤال بسلم هنا مليس بسلم تحكي لهذا السلم بحكي لك بلش بسلم بلش بسلم هل هناك سالب هون؟ سالب اثنين أو حتى سالب واحد معناته من ك للمالة نهاية بيجي واحد بحكي لي من واحد للمالة نهاية أحسنت يا دورا هيا هيا لو انزقوطت قل ازقف عوجة لا لازم اجيب العيدة كثير صح؟ مش واحد هاي اقسم بعزة جلال الله انها ما هي واحد هي سالب واحد من سالب واحد للمالية طب ليه؟ ليه ليه تضيع علامة على رغباء زي هيك؟ حكالك من ك لما لنهاية من ك لما لنهاية قدلك من سالب واحد للمالية سالب واحد وليست واحد طب ليش ما حاكيتش من سالب مالة نهاية للسالب واحد؟ ليه ما حكيت زي هيك؟ ما حكيلك ما حكيت زي هيك يعني اه يعني اه انه ولا او انه ايه؟ وانا واي تساوي كيه؟ سالب واحد؟ متزايد ولا متناقص؟ مين بقدر يجاوب عليها السوار؟ سوار حلو متزايد ولا متناقص؟ جواب متزايد ماذا انت جاني تتخوث علي؟ حسا فيه ناس عن جد تكتشفين حالها انها مش دارسة؟ حسا فيه ناس عن جد تكتشف على ان فعلا الناس كل اشي مش دارسة؟ طبيعي طبيعي جدا طبيعي جدا جدا عشان هيك كنت تروح علي بتعاني تجيب صفر سوري انا اسا بشرح لك انا بشرح مش بحكي لك الاجوبة انا بشرح هذا الفرق انا بالمكثف بشرح شريح طبيعي فحاول استوعب عليها هون شو بحكي؟ هون استوعب هون خلي تركيزك مليار اسمع وافهم شو بحكي وخلص هاتي يعني تخافش طبيعي جدا راح عرصب لحظة وحاجب متين تخافش طبك الله راح تجيبها راح تجيبها مش خاطرك ما الله كتبها طبعا هون متزايد ليش؟ اللي فوق اكبر من تحت خمس تقسيم اثنين جماعة الخير الارتين ونص خمس لرات تقسيم شخصين الارتين ونص فهي الارتين ونص اكبر من دينار هي متزايد نيجي على اخر واحدة الجواب هون المدى المدى مش من اربع لا والله اقسم بالله انا بحكي لك من كي لما لا نهاية كي يعني من سبعة لما لا نهاية برجع بطلع على السؤال بلش بسالب في سالب هون قدام الاربعة لا خلص بضلة زي ما هي لو في سالب بعكسة هون واي تساوي كي خط التقارب الافقي واي تساوي كي يعني تساوي قداش سبعة موجب سبعة اه متزايد ولا متناقص واضحة قد الشمس انها متزايد وقف وقف انسخلي كل هذا الحكي انسخلي كل هذا الحكي وقف الفيديو بعديها وادرسوا وقفوا ادرسوا بلاحظتها انا حكتلك اسم علي بحكيه صح بلاحظتها يا استاذ عندي دين بلاحظتها ما فيش مجال اسرب اليوم بزياد نص ساعة قد يب اخذ معي استاذ هذا الحكي انا بأخذ معك نص ساعة ساعة الاربع ممكن بس اكثر من هيك لا اهد قدرات حسب انت وقدراتك وقفوا وادرسوا و تروحش علي بعد وقفوا هاي الحصه وخبص انا عارف هاي الحصه طويل شوي عليك بس هاي هذا شرح وليس احد شرح وقفوا وادرس خصوصا هذا صعب وركز لي على اصل اللي حكتلك عنه هاي ما هو كله مهم حكتلك عنه خلص هاي 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 ركزت علي اكيد ما بديش اطور عليك اكثر من هيك صدقا اللي جاي اعطا باي